بلد بتحارب بلد بتحارب وعايزة رجالها يعني عايزة رجالها لقيت نفس بالليل في نفس اليوم في مركز تدريب المهنسين العسكريين في نفس الليلة ايامها كان بالزبط فبراية طوبة في نفس اليوم على مركز تدريب المهنسين العسكريين في بني يوسف الذي كان يقوده الله ارحمه الشهيد احمد حمد فقالت بنده ولي تكلم ساتل انا معرفش فتكلم انت عندك طابور الصبح بكرة كان لسا عميد عندك طابور الصبح بعد اختراق الضحية طبعا ما نمتش المهن ما على الساعة الخامسة كده قاله اختراق ضحية من بني يوسف سرع كيلو لشرع الهرم رايح جاي 14 كيلو اختراق باحياء اختراق باحياء ليه اتقايدا اللي بيها هو كان بيزك شوية كده الله ارحمه بقولهم من ده فقاله ده خائد ده الساعة العميد احمد حمد حمد تخيل لما يبقى القائد بتاعك البطل الشهيدة احمد حمد رحمه الله لا لا هو اللي بيقى قدام الطابور يعني ما عادش في مكتبه هو قدام اختراق الضحية طبعا هو بيقول كمان كان عنده مشكلة فرجل اعتقد مشكلة لغم قديم في الانسحابة يعني هو بيعمل معك اختراق الضحية وهو عنده مشكلة فرجل هو عميد لا لا حاجة هزا الرجل حقيقي يعني اللي ما تعملش مع الناس اللي زي دي ما تعملش مع حمد اتكلمنا عن الشخص دي احنا فيه اجيال لا تعرف عن الشهيد بطل الشهيدة احمد حمد دي غير النافق في الطريق لشرم الشيط لا اللي ما شفش الشهيدة احمد حمد ما شفش حاجات كتير قوي راجل مثقف جدا الله يرحمه يعني مشتنير جدا رقيق جدا رقيق هزا القائد العظيم اب 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 انا بقولك على اب يعني راجل بيأكل من نفس الارانة اللي انت بتطرميها يعني بيأكل منها المجنجين من نفس الاكل نفسه نفس المطلخ يعني ما لا هو اب يعني يعني تحس كده حتى هو هو كان يعني حاسم جدا وحازم جدا ولكنه حاسم الاب يعني ف المهم في المكتب وعملنا ابلتر احلى بتعلمت مفيها الرجولة وزي الناس زي الزباط دول كان عايشين يعني اه يعني مرحلة بحقيقية هي اللي صدعتني انت كمان حضرت لحظة تستشهاده اه حضرت لحظة تستشهاده يمكن من حاجات ما قدرش لانا هقول لحظة لك انا حاجة انا في ناس اه مثلا انا بنتي من بناتي مرة بتفرج على حرب العراق فهم متأثرين جدا وبيبصت لي اقول لي انت شفت الفيلم ده بك شفت الدنيا احوال دي والمعار اه لا يعني بصة بيه ما حدث لمصر في الفترة دي ملحبة انسانية بالفعل لان الناس كلها لازم تعرض ولازم ندرك كلنا عشان كده انا غيور جدا على بلدي لان بلدي وطني امتي دي مركز الكون ومستهدفة على مدار التاريخ او اعتفكر ان هيجي في يوم الايام ان مصر متبعش مستهدفة مستهدفة جغرافيا مستهدفة اجتماعيا مستهدفة احنا بس كل الحكاية ان احنا عايزين نبقى ادينا في قدن بعض وكتفينا في كتفي بعض وقلوبنا على بعض ده مهمة بس دي لحظة مهمة لازم تكلمنا عنها ليه بيش فكر قد وصلها وموحب بيش متكرم بيش فكر لكن كانت بعيد يعني ما قدرش ما قدرش لان انا بقول لحظاتك ال انتو كان احساسكو ايه بعد لحظة تشهدو انتو اكيد مصر كلها كانت حزينة بس انتو ده كان قائدكم وزي ما انت بقولون كانش قائد عادي ده كان عبد لا لا كلنا نهرنا يعني انا عايز اقول لكم يعني انا عايزت لحظتين لحظة قبليها كمان خليني افتكر حاجات قريلة انا كنت نايم في المكتب في مركز سريم المهنسي العسكرية وسمعت قنين قنين جماعي زي ما كنها من موسيقى اخواني فخركت من المكتب من امو قمت من نوم لقيت الكتيبة كلها متجمعة واقعدة وكمعها قالت كاتلة وانين مفيش كد خركتification قال او اعبد النصر من مات سبتمبر بالتحديد